السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للملف الوطائق التربوية يعني كتبقى حرية الأستاذ أنه مثلا يدير ملف واحد خاص بالوطائق ديال القسم وملف خاص بالوطائق الشخصية أو يقتر يجمعهم مثلا في ملف واحد بالنسبة لأهم الوطائق كتكون البطاقة الشخصية يعني فيها الاسم الشخصي والمعلومات على الأستاذ تاريخ التعيين المعلومات المهنية الشواهد المحصل عليها يعني معلومات شاملة على الأستاذ من بعد كي يجي جدول الحصاص جدول الحصاص يعني استعمال الزمان ثم نقدرون دير المحطات والعمليات يعني أهم الإجراءات اللي كان نديروها في بداية السنة وطيلة السنة من بعد جدولة زمانية يعني أوقات الفورود وأوقات مثلا استصدار وتوزيع بها النوقات من بعد وطائق أخرى إحصاء التلاميذ مثلا الجدود والمكرارون المواظبة الشهرية المراجع المعتمدة يعني الكتب والمراجع المعتمدة اللقاءات والاجتماعات يعني قدرون ديرواتيقات كلما كان لقاء والاجتماع عندير التاريخ ديرو والموضوع تعالى من بعد كان عندي مسال هنا البحث الاجتماعي كان عندي مثلا اسم الأب اسم جل المتعلم اسم الأب المهنة اسم الأم مهنتها عدد الإخوة يعني معلومات متعلقة متعلم ثم عندي أيضا تحصل الواجبات المؤسسة وضع أخرى التوزيع السنوي جل الوحدة الدراسية جل كل مكون بحده توزيع سنوي جل كل مادة كنزيده رحته توزيع السنوي جل كل مكون ومن بعد كان تكون مثلا الشواهد شخصية على الأستاذ الشواهد اللي كي حصر عليهم الأستاذ كيديرهم وليقدر يديرهم مثلا وثقة بوحدة وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر